شهدت بطولة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية منافسة قوية في جميع الألعاب اللي شارك فيها الاتحاد في بطولة مهرجان العالمين الجديدة وشارك اتحاد الألعاب الترفيهية في البطولة في بطولة العالمين الجديدة بست ألعاب الألعاب هو أو هي التنس الطاولة، الدومينو، الفوت فولي، الراكت، الكورف بول، والفيسبول وده اكتر بمشاركة اكتر من 720 لاحظة هل مالك البطولة دي يعني هتكون نوع من انواع المفرخة يعني هتطلع كوادر جديدة ولاعبين جداد للمنتخب للمشاركة في الالعاب في اربع بطولات وهي بطولة الدومينو المؤهلة لبطولة كاس العالم في امريكا اللاتينية وفعالياتها هذه البطولة اللي احنا شفناها يعني كانت بتعاون بين الشركة المتحدة وما بين وزارة الشباب بوريات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية الحقيقة لسه مستمر في الاختلاف والتنوع وهو دي الفكرة الاتحاد المصري والالعاب الترفيهية قرر ان هو يشارك في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية الحقيقة ان المشاركة دي مختلفة علشان هي متنوعة في اكتر من لعبة موجودين الحقيقة في المهرجان بيمكن اهم اللعب اللي موجودة دلوقتي الحقيقة هي لعبة شعبية مصرية جدا جدا لكن هل اللعبة دي بتتلعب زي ما احنا متعاودين عليها نلعبها في القهوة؟ الطاولة موجودة معنا وليها بطولات الحقيقة وليها مسابقات وطبعا كلنا عارفين اللي ممكن يلعب طاولة هيلعب العادة ولا هيلعب المحبوسة ولا هيلعب ايه لكن مش هتفرق نوع اللعبة على قد ما يفكرت الاستمتاع باللعبة في اجواء العالمين الجديدة وكمان على الشط احنا كمان محتاجين نعرف ايه الالعاب التانية اللي موجودة هيلعبه طاولة بس ايه اللعب التانية اصلا الاتحاد بيوفرها الاتحاد المصري للالعاب الترفيه عشان نتكلم اكتر عن مشاركته في المهرجان معانا دلوقتي الدكتور احمد باكري وهو رئيس الاتحاد المصري للالعاب الترفيه مرحب بحضرتك فاندم انا وسهلا بيكو جميع المشاهدين في العالمين المدينة اللي تنم عن تنمية مصر والتقدم اللي وصلت له اه مشاركة حضراتكم في المهرجان العالمين الجديدة تباكى نقوليانواع اللي موجودة وعرف الناس بعدو يعني طاولة بتلعب لها بطولة فعلا فعلاً إحنا دي بطولات دي تاني بطولة تأيماً هنشارك فيها دولية إحنا شاركنا قبل كده في بطولات دولية للطاولة للدومنا للتحب يضم طبعاً طاولة ودومنا فوت فولي كوف بول واكت دي الألعاب باسمية للاتحاد دي كلها ألعاب دولية لها بطولات دولية لها كاس عالم إحنا شاركنا في كاس عالم للدومنا قبل كده وإن شاء الله السنة دي هنشارك في كاس عالم تاني هنشارك بردو في كاس عامل الطاولة السنة دي بإذن الله هنشارك في بطولة هولندا الدولية للكوفبول عندنا في بطولة دولية للفاكت وبطولة دولية للفوتبول لكن الأجواء هنا في العالمين الجديدة أكيد لها طعم خاص قول لي كده رأيك إيه في الأجواء ورأي اللعيبة إيه في المكان طبعاً تشايفين النهضة اللي وسط لها المدينة العالمين اللعيبة طبعاً دي كانت فكرة طبعاً مع الوزاة الشابة وبيوضة نحن نعمل هنا بطولة بسمية المعلومات الجميلة دي كمان الحقيقة زي ما كنا بنقول إنه الموضوع مش مقتصر فقط على الألعاب المتعرف عليها زي الطاولة والدومنة لكن فيه ألعاب شاطئية كمان كتير هنروح دلوقتي كمان لجزء مهم جداً جداً وهي فكرة الدومنة هنشوف دلوقتي اللعبة نفسها في حد ذاتها بيلعبوها زي زي ما احنا متعرفين عليها ولا لأ يا طرى ايه الجديد فيها يا طرى يوم ايه كمان هيو بيلعبوها هنا في أجواء العالمين فكرة أصلاً ضمنا لها بطولة دي كانت غريبة على ناس كتير عندنا يا طرى قوانينها زي ما احنا متعودين عليها في القهوة ولا مختلفة كده ورايك ايه في أجواء العالمين هنا هو بص يا مختلفة اختلاف كل عن اللي بيتلعق في القهوة اللي احنا نلعب طابع النظام الدولي أو الاتحادي الدولي أو نظام الاتحادي السويسري تمام نظام جولات وبناخد قوانين التحدي الدولي وبننفذها عشان نلعب ونطلع بإذن الله طب رأيك ايه فكرة اللي احنا موجودين في العالمين الجديدة والأجواء هنا لا فكرة جميلة جداً ممتازة أولاً ده تشجيع للسياحة وتنشيط للسياحة تاني حاجة بننشر اللعبة بدل ما تكون في القهوة بس لا تكون في المراكز والنوادي ويبقى عليها جذب جامد قوي عشان نلعب بطلعات عالمية إن شاء الله ودولية وربنا يكرمنا إن شاء الله جميعاً شكراً جزيلاً يا فندي من وردنا وزي ما شفنا كده ده جزء بسيط من الفعاليات الترفيهية الموجودة لكن لسه فيه ألعاب فيها حماس أكتر فيها ألعاب فيها منافسة أكتر فيها حاجة أكتر شاطئية على البحر هنروح لدلوقتي يتعرف عليها ونشوفها مع بعض يلا بينا فهمنا كده إيه لعبة الكورف بول دي أو مرة تشوفها أو مرة تلعب في العالمين كمان دخلت مصر إزاي وإيه اللعبة وقوانينها بسم الله المرحيم إحنا ابتدنا في الاتحاد المصري لعبة الكورف بول من سنة 2022 الحمد لله بعد ست شهور من بداية النشاط في مصر قدرنا نحصل على عضوية الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي الحمد لله وعندنا إن شاء الله البطولة دي بتتعامل عشان نختار أول منتخب لمصر إن شاء الله مشارك في بطولة دولية في الهولندا شهر عشرة لعبة الكورف بول هي ميكس ما بين البسكت والهند بس زي ما احنا شايفين هي قريبة أول من البسكت بس ما فاش دريبل زي ما انت شايف كده بتوعتبرها عن جيفان دجوب واس وهي أول لعبة في مصر في مصر ميكس جندر يعني الولاد والبنات بيلعبوا مع بعض هي لعبة هولندية الأصل تمام في حوالي 76 دولة حوالين العالم بيلعبوها تمام كابتن إيه رأيك فكرة نها بتتلاعب هنا في العالمين الجديدة وعلى الشط كبان هل هي العادي نهاية على الشط ولا دي حاجة مختلفة لا هوا فيه نوع من أنواع كورف بول شاطئي تمام ودي حاجة طبعا جميلة جدا أتحللنا يعني الفرصة نحنا نتشرف طبعا نكون في مهرجان العالمين السنة دي إن شاء الله سنة تكرر السنين الجاية ويبقى عندنا إن شاء الله دايما بطولة رسمية كمان كل سنة بإذن الله موجودة إحساسك إيهو أنت بتلعب هنا في العالمين الجديدة ومع زميلك وعلى البحر مباشرة شايف الموضوع عمل إزاي والله يعني الموضوع حلم وموضوع جديد يا تجربة الصراحة لزيزة إن إحنا نلعب على البحر ونغير جو الأجواء بجده حلوة قوي والبطولة لزيزة عشط وكده تجربة جديدة يعني أحسن من الملاعب وكده إن تجربة لزيزة والعالمين أجواء لزيزة والتنظيم كويس قوي اتحاد المصر لعب الطرفية النهاردة عامل إيفنت ومهرجان جميل جدا هذا الاتحاد متضمن أكثر من نشاط ولعبة حوالي 8 ألعاب النهاردة مشارك تقريبا بأربع أو ست ألعاب من الأنشطة بتاعته الطولة والدومنو والكورفوبول والفوتفولي ولعبة الراكت قانون لعبة الراكت أونش على هذا الأساس إن لعبة الراكت القانون فيها جمالي كل الفريق ما يمتلك مهارات لعبة الراكت أكتر كل ما حاز على نقاط أكتر زي البنية الإقاعي كده كل مهارة بتؤدى لها بوينت إحنا فريق الراكت المصري بقيادة كابتن محمد مندور إحنا النهاردة مستمتعين جدا بالأجواء وبالتنظيم وفي البطولة النهاردة وإن شاء الله نتمنى أن نحن نحقق مراكز بإذن الله ونفوز النهاردة ونظهر بمظهر مشرف إن شاء الله وده كان جزء من الألعاب الترفيهية الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخيته الثانية لكن أكيد لسه هنكمل مع بعض ونشوف إيه بقي الفعاليات على مدار المهرجان اشتركوا في القناة